فتحت صفقة الصواريخ الروسية التي استلمتها أنقر الباب على مصراعيه بين تركيا وأمريكا للجلوس على طاولة المباحثات من جديد حول الصفقة بحد ذاتها ومصير شرق سوريا جلسة المفاوضات التي استمرت لثلاثة أيام وجمعت وزير الدفاع التركي خلوس أكار والمبعوث الأمريكي جيمس جيفري انتهت كما بدأت دون تحقيق أي تقدم في ردم هوة خلاف مستحكم حول مصير منطقة الشرقي نهر الفرات في سوريا وعمقت الخلاف بين البلدين ويؤكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو أن الاقتراحات الأمريكية الجديدة المتعلقة بالمنطقة الآمنة شمال سوريا لا ترضي تركيا التي لم تتفق مع الولايات المتحدة على عمقها أو من سيسيطر عليها ولا على أخراج الوحدات الكردية منها من جانبها حاولت السفارة الأمريكية في أنقرة الإيحاءة بأن الأمور لا تزال على ما يرام والتزام الطرفين بعملية عسكرية سريعة وملموسة بما يتعلق بخارطة الطريق لمنبج السورية لكن الشعور التركي رغم هذه التطمينات لا يزال في مستوياته الحمراء من الخطر المحدق بأنقرة حيث تكشف مصادر مطلعة أن الاجتماع كان مخيبا للآمال حيث طرح جيفري أن تكون المنطقة بعمق محدود يصل إلى خمسة كيلومترات فقط ولا يشمن بلدات حدودية كتل أبيض ما يعني أنها ستكون خارج حدود المنطقة الآمنة فضلا عن مقترح عدم إلقاء السلاح بشكل كامل من قبل الوحدات الكردية بل والتعاون معها في تشكيل هذه المنطقة مقترحات سيكون لها تداعياتها على شمال سوريا من تحركات ستتسم كما يرى مراقبون بالغضب والتحشيد العسكري التركي للسيطرة ولو بالقوة على المناطق المتبقية على طول الحدود السورية وهي نقطة ارتكاز أساسية لن تتخلى عنها أنقرة التي كسبت إليها موسكو كحليف بعد صفقة الصواريخ الأمر الذي سيدفع واشنطن للجلوس مرة أخرى وترتيب أولويات المصالح في شرق سوريا الغني بالنفط ولو على حساب جزء من مكتسبات الميليشيات الكردية الطامحة للسيطرة على هذا الجزء بوصاية أمريكية شأنها شأن بقية القوى الإقليمية التي منحها الأسد ضوءا أخضر مقابل بقائه على كرسي الحكم أطول فترة ممكنة